طيب من التكلم ما يقرب من شهر حتى تم الأعلان عن الوزراء الجداد أو تشكيل حكومي الجديد خدوا وقت كبير عشان ينقوا كوادر طاليق بهذه المرحلة اللي هي في الحقيقة حارجة جدا عجبني عوين حضرك من شوية اتكلمت عن معرفتك بوزير الاستثمار الجديد وانه هو رجل تم الإشادة به من قبل العديد من الجهات المختلفة أنه يليق تماما بهذا المنصف في هذا الوقت تعرف ايه تاني حابين تحكيلنا اكتر عن الوزراء الجداد اشتغلوا ايه قبل كده يعني احكيلنا اكتر عنهم الحقيقة طبعا فيه دمج لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وانا اعرف بشكل شخصي الوزيرة المسؤولة عن الملفين دول وفكرة الدمج بين الوزارتين دول تحديدا لأولا زيادة كفاءة الأداء والعمل الحكومي تتكلم على دكتورة رانيا المشاط والحقيقة دمج الوزارتين دول أهميته أن التخطيط ده بتخطط للتنمية المستدامة والخطط الاقتصادية المستقبلية الدولة المصرية التعاون الدولي هو ملف مهم وهي كانت مسؤولة ملف التعاون الدولي ووزيرة التعاون الدولي في الحكومة السابقة وبالتالي التكامل بين الملفين دول التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والأطراف الدولية وكمان شركاء التنمية الدولية ورسم الخطط والملامح الاقتصادية في فكرة التخطيط وبالتالي التكامل بين الملفين والدامج بين الملفين مهم خلال المرحلة المقبلة ده بالنسبة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حاجة تانية المهمة زي ما تكلمنا على الاستثمار والتجارة الخارجية في كمان التموين والتجارة الدخلية والحقيقة برضو كفاءة مهمة الوزير الجديد لأنه هو أثبت يعني طبعا هو كان رئيس هاية البريد وقبل كده كان كمان رئيس بنك ناصر الاجتماعي فدي كله عند خبرة شوف نبرح كان فيه طابور شرف عبلينه كمان صحيح وده مشهد مهم جدا الحقيقة ايوه ايوه العاملين معه تقديرا نيوس صحيح العاملين في هاية البريد فكان ممر شرفي مهم ده ملمح مهم ان كمان استكمال مسيرة العمل الوطني بالنسبة للأفراد يعني كل واحد في هذه البلد ليه دور ليه دور انه هو بيستكمل دوره الوطني فيه اماكن مختلفة تبقى لمتطلبات واولويات واجندة الوطن في المرحلة المقبلة لان المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة فيه تحديات اقليمية وعالمية متسرعة وفيه حالة الانسرتينتي او عدم اليقين انه محدش عارف بكرة في ايه وبالتالي الحالة دي بتعمل ضبابية في العالم كله والاقتصاد العالمي في فكرة التخطيط للمستقبل صحيح وبالتالي انت لما في الوزرات كمان الجديدة في التركيز على مناف الصناعة الحقيقة دمج الصناعة مع النقل انا عايز اوقف عندها لان فيه ناس كتير تقول ايه علاقة الصناعة بالنقل انا عايز اتوقف برضو عندها كان فيه اختبار مهم جدا لمناف الصناعة لما حصلت حرب سبع اكتوبر في قطاع غزة وحصل معها في الداخل المصري حملة لمقاطعة كل المنتجات الاجنبية او الامريكية او الاوروبية اللي بتدعم دولة الاحتلال وده خلينا نتوقف عنده كان اختبار مهم لمناف الصناعة نجح فيه من نجح ورسب فيه من رسب فيه شركات طلعت من تحت في مجال مشروبات الغزاية مثلا وكان اثبتت انها نجحة وفيه مشروبات فشلت فيه كمان في كل المجالات بطاعم واجبات سريعة صح الكلام اللي انا بقوله لما تصحيح طيب انا لو انا بقى حشتغل على الملف ده مع حد فاهم زي مهندس كامل وزير اثبت كفاءة في عدد كبير من الملفات قبل كده هل تعتقد ان هو ممكن ينقل مصر لدولة صناعية؟ دي نقطة مهمة جدا فكرة الاهتمام بتطوير المنتج المحلي والصناعة الوطنية وحضرتك لفت انتباه السيدة المشاهدين لحاجات مهمة جدا خاصة بحملات المقاطعة التي تزامنت مع الحرب الاسرائيلية الغشيمة على قطاع غزة عايز اقول لحضرتك ان الملف ده محتاج نقلة كبيرة لفترة المقبلة عن طريق اولا ان حد ينزل في الميدان يشوف المتطلبات بتاعة المصانع وينزل في المواني لان هو برضو فيه تكامل اولا صناعة النقل دي لاه علاقة بقطاع الصناعة وبالتالي في اسمها صناعة النقل وانا سفرت العديد من دول العالم والمصانع الكبرى في العالم هي صناعة بيسموها transportation industry فهي لاه علاقة بقطاع الصناعة التكامل بينهم مهم عن طريق الشخصية اللي بتتولى الملف ده اولا هو نائب رئيس الوزراء وهيكون وزير للنقل ووزير للصناعة ليه نائب رئيس الوزراء؟ هيشرف على عدة حقائب وزارية اقتصادية اقتصادية بتحدث نقلة في الملف ده في ملف الصناعة وبالتالي ده اولا مهمة مثلا الاستثمار مثلا اه يعني التكامل ما بين الاستثمار والتكامل ما بين التخطيط والتعاون الدولي التموين والتجارة الداتلية بالاضافة الى قطاع النقل والصناعة الشخصية المنضابطة الفريق كامل وزير طبعا وهو بينزل كمان للجولات المدرية ده مهمة الفترة المقبلة بتحتاج التكامل وتضافر الجهود بين المجموعة الاقتصادية وبالتالي احنا شفنا حتى سيد مصطفى في التعديل او تغيير الوزاري الحالي ده تغيير شامل في الحقائب الاقتصادية الوزرية وكمان استحداث ودمج وزارات في الحقائب الوزرية الاقتصادية ده لإحداث نقلة في مستوى جودة الخدمات الحكومية ومستوى الاسعار وخفض الاسعار خلال المرحلة المقبلة ضبط الاسواق بالاضافة الى ان كمال تضافر الجهود ما بين ان يكون حد مشرف على الملف ده تحت طبعا رئيس رئيس مجلس الوزراء فانا اتوقع ان خلال المرحلة المقبلة مع فكرة تسارع مستوى الاداء وان ضخ دماء جديدة وكمان فيه نواب علشان توزيع المهام الحكومية وكمان فكرة يعني فيه فكرة مهمة جدا في دمج الوزرات بينها وبين بعضها يعني مثلا فكرة التعاون الدولي والتخطيط فكرة الخارجية والهجرة اولا ده في قطار سياسة ترشيد الانفاق الحكومي بالاضافة الى تكامل الملفات بينها وبين بعضها تحت رئاسة وزير وفيه عناصر بتساعده وفريق عمل فكرة التيم وورك خلال المرحلة المقبلة مهمة